كيف طر الوضع الحالي للقرى المصرية بالتحديد سواء على مستوى المنتخبات او حتى على مستوى الاندية من وجهة نظر صعب صعب امين الوضع صعب وانا بقال لي بفترة بتكلم في هذا الكلام وساعات الكلام بيتاخد في اللي انا يعني متشاق ما انا مش متشاق انا شايف رؤية من خلال يعني السنين في الملاعب وشايف الدنيا مش ازاي يعني على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الاندية تمام احنا بنفقد حاجات كتيرة جدا ما بقناش احنا بنتكلم في اصلحنا خسرنا اصلحنا ما عندناش مش عارف ضغط المباريات في حاجات كتيرة او 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 ما الصرع علينا اولا لازم نقتنع تمام ان احنا بنمر مرحلة صعبة لان احنا حقيقا بنفقد كوكبة المواهب الموجودة في الملاعب المصرية بنفقد المواهب المواهب بقت ندرة كابتن برضو بحكم التواجدك رئيس قطاع يعني عندنا لعيبة عندنا لعيبة لكن ما عندكش اللعيب يا امير اللي هو طب انا اسألك سؤال انت عمدت ان انا اسألك سؤال فضل قل انت لعيب في الدوري المصري احنا لعبنا 21 اسبوع او 20 اسبوع تمام قل لعيب مستوى ثابت مميز من اول مباراة للأسبوع 20 او 21 لا من اول مباراة للغاية دلوقتي لا بس في اللعيبة عندها مه هايب بس هم هؤلالين اوي اوي بتطلع على فترات مم ما تشين ثلاثة و تنزل ايو انا بتكلم لما اجا تكلم على مستوى بروفيشنا مستوى دولي فهم اصدق تمام لاعيب ايوة مفيش فبالتالي ده بيصب فيه المنتخبات مم تمام النهاردة رجل مختار ستين لعيب منهم لعيبة اه بمصابock اه شفت الموضوع ده ايه رأيك فيونا فيلوم 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 بلعيب أبو الصابع ليجو بعدين تمام انت ستين لعيب تفاين عنجلة عنجلة فإحنا إحنا ده بقى بجرنا خلي بقى كمسة عشان الناس تاخد بقى ستين لعيب في القائمة الأولية وحيتم تصفية لتلاتين لعيب لكن الأفراد البعثة ستين واحد مسافر مطش ملاوي ستين واحد وأنا قلت لحلاتكم وانفردنا بالقصة دي فأول حلقة وحيتنا ناقش فيها مع الكاتر العقنبي احنا بنتكلم فيه أمير احنا بقىنا من أيام كوبر واحنا بنعاني نكسب بالعافية والناس تفرح وبعدين تيجي تقول ايه احنا كسبنا ازاي احنا عملنا احنا وصلنا ازاي طيب نيجي نتكلم على الأندية برضو ما بقاش ما بقيتش الأندية على المصار والأفريقي هي طب لازم نقتعنا بهذا لكن الدعم الجماهيري أو كل جمهور اللي نادي بيحبه هو شايف في التلات نقط مش شايف ما بعد التلات نقط احنا هنوصل فين تمام فبنيجي نقع عشان كده الهدف الرئيس المجلس دارة زد هو الناشئين هم دول اللي همدي بيهم المنتخبات وهطلعهم على المستوى الاحتراف الخارجي هو ده الهدف عشان نوصل والفكرة دي جات من ايه من بطولة أمم أفريقيا كانت معمولة في مصر تمام وخرجنا منها اه بتاعت 2019 متخب الأول وخرجنا منها ومن هنا جاءت فكرة المشروع والله دي كان بداية الفكرة بتاعت زدت فكرة المشروع بطولة مستوى الهدف جاءت